السلام عليكم كيف الحالة شباب في البداية تقول الله صلى على النبي اللهم صلى وسلم عليك نبي في المقطع هذا حشار لكم تحديات كوابيس فورتنايت الجزء الثالث أو المرحلة الثالثة في عندنا أربعة التحديات طيب خلينا الآن نبدأ في التحديات طيب في التحدي الأول يقول لك الحك ضرر بالخصوم في أثناء ظهور القمر الدامي عدد ميتين دمج القمر الدامي خلينا أوريكم إياه اللي هو هذا أول ما يظهر نفس النظام ده تدمج العداء انحسب معاك التحدي خلا نجرب على البوتات شوف تنحسب أو لا يتنحسب على البوتات تمام فكل اللي عليك إذا طلع القمر الدامي نفس النظام هذا انت دمج العداء تقدر تسوي التحدي هذا على البوتات وتقدر تسوي على في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي الثاني يقول لك ساعد في تدمير الكاميرات أو المدافع عدد خمسة الكاميرات تحصلوا في المقرات هذه واحد اثنين ثلاثة في هنا كمان تمام الكاميرات اللي هي هذه طيب المدافع خلينا بيين لكم المدافع كمان طيب المدافع اللي هي هذه شايفينا هذه تقدر تدمرها بالسلاح وتقدر كمان تدمرها بالسي فور افضل لك عشان ايش ضربة واحدة وتدمرها وخلاص شايفين مطلوب منك خمسة فبيقول لك في التحدي ساعد ايش يعني ساعد يعني اذا انت دخلت انت واصحابك اذا انت دمرت تنحسب لهم واذا هما دمروا اشياء تنحسب لك فتقريبا في جيم واحد تقدر تسوي التحدي وتقدر تسوي في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي الثالث يقول لك ساعد في ساركة عناصر من صندوق عرض خزانة عدد اثنين اول ما تحط على التحدي يبقين لك موقعين تمام طيب انا في الموقع هذا كل اللي عليك انك تفتح الخزانة واول ما تدخل الخزانة هتلاقي الصناديق هذه القزاز مطلوب منك انك تسرق عنصرين في كل جيم تقدر تسوي واحد او انه انت تروح مكان وخويك يروح مكان وكل واحد يسرق واحد وينحسب معكم التحدي لاحظوا معايا زي كذا هذا واحد بعد كذا ما تقدر تسوي تمام فيا تنزل جيم تاني يا انك تشوف واحد من خويانك واحد يروح في مكان وانت في مكان وتخلص التحدي في جيم واحد طيب في التحدي الرابع والاخير يقول لك سجل خمسين الف نقطة بتنفيذ الخدعة نفسها بدراجة ترابية عدد واحد هذه خريطة تبيلكم جميع مواقع الدراجات الترابية اللي هي هذا هذا الشكل تمام طيب كيف تسوي التحدي هذا ركزوا معي تمام دائما لما تركب الدراجة النارية في عندك حركات انك انت تسويها في بعض الحركات انك انت ترفع رجولك الاثنين لاحظوا معايا تنط وترفع رجولك زي كذا وفي بعض الاحيان ترفع رجول واحدة وتخلي رجول واحدة فهم طالبين هذه الحركات فيهمتوا كيف هي لاحظوا معايا مسلا تطلع مكان عالي تنط وتسوي حركة شوف انا سويت الحركة هذه انا حسب التحدي شايفين في انك انت تحط رجولك الاثنين في الجنب وفي انك انت ترفع رجولك الاثنين انا ما نطيت ضغط دائرة ضغطة طويلة فيخلي الرجول على الجنب تمام فتقدروا تسوي التحدي فضروري يعني انت ما تنط في الدراجة النارية لا تحاول يعني ما تسوي كذا حركة حركة واحدة تنسجل خمسين الف بحركة واحدة ان حسب معاك التحدي فهمتوا نظامها كيف طيب عندنا اخر شي يقولك اكمل مهام الخدع والحلوة الابداعية من كوابيس فورتنايت لفتح مزيد من المهام الابداعية هم قزنهم على التحدي اللي يحصل نقاط خبرة من تجارب من ابتكار المبدعين انا صراحة اكملت التحدي حق تجارب ابتكار المبدعين لكن هم ما كتبوا لهذا الشيء المهم اذا انت طلع لك هذا الشيء مو مشكلة طنش واذا طلع لك التحدي احصل على نقاط خبرة في تجارب من ابتكار المبدعين كل اللي عليك انك تدخل على اطوار الابداعية وتحصل على اكس بي او انك تسوي كل يوم قليتش اكس بي وتسوي جميع المراحل فهمتوا كيف هذه كانت جميع تحديات كوابيس فورتنايت الجزء الثالث او المرحلة الثالثة حتتوفر معانا المرحلة الرابعة يوم 19 اكتوبر يوم 19 اكتوبر كده وصلنا نهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة